الخبر ده 12 يوم الخميس 18 يناير 20-24 عكس السوق السوداء لماذا تحسن الجنيه في العقود الأجلة للمدى القصير شوف بقى حتبقا لموقع مصراوي بالتحديد فبيقول أوضح الكثير من الخبراء أن وطيرة التوقعات بانخفاض سعر الجنيه رسميا بالبنوك هدقت فيه الأسواق الدولية بعد تحسن لهجة الصندوق النقد الدولي والاقتراب من زيادة دعم التمويلي لمصر ارتفعت ده عن رويترز ومنشور فيه مسألة في كل المواقع بس أنت الله أعتمد على مصراوي ارتفعت قيمة الجنيه في العقود الأجلة غير قابلة للتسليم على المدى القصير 3 شهور والمعروفة بمصطلح الـ NDF NDF والـ S عشان عقود كتير يعني جمع وبيكلموا على أمس الأربعة إلى أقل دون 40 جنيه بعد تعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 45 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بحسب بلومبرج يعني الخبر نشرته رويترز تبقى على تقرير أو تبقى لتقرير عملاء بلومبرج وأرجعت ذلك إلى التوقعات بالانخفاض الحاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى هما بيقولوا علينا كده الانخفاض الحاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى مما أدى إلى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي وسط آمال في حزمة أكبر من صندوق النقد الدولي لكن لا تزال العملة الصعبة نادرة بعد تخفيض قيمة الجنيه السابق أنا أقرأ لك ما لنا وما علينا طيب العقود الأجلة هتليهما نشرين إيهي العقود الأجلة وما إلى ذلك وبعد كده بقى إيه مكملين مؤسسات التمويل الدولية بتتوقع عن خفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما بين ثمانية وثلاثين وخمسة واربعين خلال عشرين واربعة وعشرين ده في السوق السوداء ده كلامهم مش كلام نحنا ده هما اللي بيقولوا من ثمانية وثلاثين لخمسة واربعين ده بالكتير خلال سنة 24 تيجي بقى واحد هايف يقولك أصله ده وصل مش عارف إيه وبتاقى وحاجات زي كده وواحد سفيه واش عارف يا جماعة الله العظيم بشقي دحك وعندما رح وراني بوست تافه لحقيقة جدا كتبه إنسان أدفى عليا فعاد تدحك قالت رد وتلقى بردش بوست تافه كان بواحد أدفى أرد أقول إيه يعني ولا لهو عادي من يضحك أخيرا وبالمنسبة بخير وعد أفكر من ده الذي يشمت في اقتصاد بلده إلا إذا كان سفيها أو تافها أو عبيطا مش هقول بقى متآمرا ولا بتاع سفيها تافها عبيطا معرفش ترجمة نانسي قنقر